صباح الخير على حضراتكم أهلا بكم متابعة تليفزيون يوم السابع في كل مكان وبنقلكم هذه الأخبار طبعا الخاصة بالثانوية العامة وهنتبه معكم طول اليوم النهاردة كل الأخبار أول بأول الخاصة بنتيجة الثانوية العامة تعلن وزارة التعليم خلال ساعات من الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 وبالتأكيد أسماء الأوائل ونسب النجاح فيما يعلن ظهر اليوم ثلاثاء موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2021 وهتكون برقم الجلوس كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلي من خلال الدخول على الموقع ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس وأوضح الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع اليوم السابع والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب أيضا في كل مادة وحصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 من وزارة التربية والتعليم كما يعلن اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم إلكترونيا وهيقدر الطالب الحصول على النتيجة الخاصة برقم الجلوس مجانا طبعا إحنا يعني منتظرين معاكم وهنتابع لحظة بلحظة كل التطورات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة فورا يعني اتحتها على موقع اليوم السابع وهتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفي اليوم في تمام الساعة الوحيدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزيراء التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات وقال الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تقرر حجب نتيجة طالبين لتسريبهما ونشرهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في هذا الأمر ومن المقرر أن يستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تفاصيل ومؤشرات تنسيق الجامعات 2021 بعد عرض مؤشرات النجاح في الثانوية العامة وأوضحت أيضا وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة النتيجة على موقع الوزارة لمعرفة الطالب نتيجة كل مادة ومجموعه كما يحصل الطالب على نتيجة يعني الخاصة به من اليوم السابع وأيضا الموقع الوزاري دون أي مقابل مادي كما أنه من المقرر أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة مع انخفاض ملحوظ في المجميع مما يترتب عليه انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات دي يعني التوقعات الخاصة النهاردة بالنتيجة أنه هيكون في نسب نجاح مرتفعة لكن المجميع هتكون النسب بتاعتها منخفضة وده هيؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات وأوضحت أيضا وزارة التربية والتعليم أنه الالتحاق بالكليات كما هو لم يحدث أي تغيير في قواعد التنسيق إلا القواعد المرتبطة بمؤشرات النجاح والمجميع كل حاجة تفضل زي ما هي لكن المتغير الوحيد هيكون يعني المعايير الخاصة بالنجاح والمجميع وأشارت أيضا الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستوعب الكليات نفس أعداد طلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بالجامعات في العام الماضي وأشارت الوزارة إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وده في حقيقة نقطة هامة جدا أنه الوزارة تتكلم عنها وهي مراعاة الأسئلة الصعبة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة يعني ليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فيه اعتبارها شكاوي الطلاب من صعوبة الأسئلة لا الوزارة يعني بتقول أن هي أخذت اعتبارها بشكل كبير جدا الخاصة بهذه الأسئلة الصعبة في عملية التصحيح ولفتت إلى أنه نتيجة الثانوية العامة 2021 جاهزة لإعلانها طبعا اليوم الثلاثاء موضحة أنه تم تجميع النتائج وتحديد الأوائل بالفعل إضافة إلى تجهيز الشكل النهائي لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستوى على المستوى العام بجانب ترتيبه في المواد الدراسية مع إعادة شرائح المجاميع لافتة إلى أن النسبة العامة للنجاح قريبة من السنوات الماضية ويجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانزعاج من النتيجة وستكون مطمئنة وسوف يعني ترضي الطلاب وكل من اجتهد خلينا نفكر حضراتكم أيضا أنه السنة اللي فاتت عدد البنات تفوق على ظكور في نسبة النجاح بنسبة 82% و9 من 10 بنات و79% و9 من 10 للبنين ده شيء متكرر كل عام سواء في الثانوية الأزهرية أو حتى الثانوية العامة طبعا لسه مستنين مؤشرات السنة دي هل هنتابع ونشوف نفس المؤشرات وتفوق البنات في النتائج هل يحدث هذا العام أيضا يعني هذه النسب تتقرر مرة تانية وبالتأكيد هنعرف ده خلال الساعات اللي جاي خلينا برضو نقول لكم أنه مؤشرات النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 بحسب مصادر إعلامية مثل الأعوام الماضية والوزارة أكدت أنه لا تطبيق لدرجات الرقفة بنتيجة الثانوية العامة 2021 كما نفت الوزارة إضافة 10% لدرجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة الوزارة كمان قالت وأكدت أنه بيوجد قرابة 360 طالب سيتم حجب نتائج يعني هؤلاء الطلاب 360 طالب بسبب الغش طبعا إحنا بنتابع معاكم يعني كل التفاصيل الخاصة بتصريحات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنتائج امتحانات الثانوية العامة لحد دلوقتي دي مجمل التصريحات اللي قالتها وزارة التربية والتعليم والدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم الخاصة بهذه النتائج طبعا في عدد من النقاط السريعة هنقل لكم مرة تانية هذه التصريحات من وزارة التربية والتعليم اللي هتعلن خلال ساعات من الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 وبالتأكيد أسماء الأوائل ونسب النجاح وهيعلن ظهر اليوم موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2021 هتكون برقم الجلوس كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلي من خلال الدخول على الموقع ثم رابط النتيجة وأيضا إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وأوضح الدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع اليوم السابع والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء وهتم يعني إتاحة هذه النتيجة اليوم وبالتأكيد هنكون يعني أول ما يتم إتاحة النتيجة هنتابع مع حضراتكم على موقع اليوم السابع أعلان النتيجة من وزارة التربية والتعليم أيضا كمان هيعلن اليوم السابع النتيجة الخاصة بالثانوية العامة ظهر اليوم الثلاثاء إلكترونيا وهيقدر الطالب أن هو يحصل على النتيجة برقم الجلوس مجانا وهتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفي النهاردة في تمام الساعة الوحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسيتواجد وزيراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات أيضا الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم قال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه هو تقرر حجب نتيجة الطالبين لتسربهم ويعني للنتائج ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تخفيط موسع في هذا الأمر ومن المقرر أن يستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تفاصيل ومؤشرات تنسيق الجامعات 2021 بعد عرض مؤشرات النجاح في الثانوية العامة وأوضحت وزارة التربية والتعليم كمان أنه سيتم إتاحة النتيجة على موقع الوزارة لمعرفة الطالب نتيجة كل مادة ومجموعه كمان هيحصل الطالب على النتيجة من اليوم السابع والموقع الخاص بالوزارة دون أي مقابل مادي كما أنه من المقرر أن تكون لسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة مع انخفاض ملحوظ في المجميع مما يترتب عليه انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات طبعا المؤشرات لحد دلوقتي بتتكلم عن انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات وهنقدر طبعا نتابع النسب بشكل رسمي ونعرف نسب النجاح قد إيه نسب المجميع قد إيه فور إعلان النتيجة والنسب الخاصة بيه طبعا النتيجة في المؤتمر الصحفي اللي هيكون النهاردة الساعة الوحدة ظهرا وهيعلن هذه النسب السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وهينقل لنا بالتأكيد كل هذه النسب وهنقدر نتعرف من خلالها على مؤشرات التنسيق بالكليات وأوضحت أيضا الوزارة أنه الالتحاق بالكليات كما هو لم يحدث أي تغيير في قواعد التنسيق إلا القواعد المرتبطة بمؤشرات النجاح والمجميع طبعا يعني دي نقطة برضو مهمة أنه كل حاجة تفضل زي ما هي الخاصة بنظام التنسيق والتقديم على الكليات الجانب الوحيد اللي هيكون مختلف هو المرتبط بمؤشرات النجاح والمجميع وأشارت أيضا الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستوعب الكليات نفس أعداد طلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي وأشارت الوزارة إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتقانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأنه الوزارة لم تأخذ في اعتبرها شكاوي الطلاب من صعوبة الأسئلة لافتة إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2021 جاهزة لإعلانها اليوم الثلاثاء أوضحت أنه تم تجميع نتائج وتحديد الأوائل إضافة إلى تجهيز الشكل النهائي لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستوى على المستوى العام بجانب ترتيبه في المواد الدراسية مع إعداد شرائح المجميع ولفتت أيضا الوزارة إلى أن النسبة العامة للنجاح قريبة من السنوات الماضية ويجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانزعاج من النتيجة وستكون مطمئنة ده الكلام طبعا اللي بتقول الوزارة التربية والتعليم قبل ساعات من إعلان النتيجة أنه هذه النتائج قريبة من النتائج الخاصة بالثانوية العامة خلال الأعوام اللي فاتت وهتكون مطمئنة وهترضي الطلاب وكل شخص اجتهد طبعا حسب تصريحات الوزارة خلينا نفكر حضراتكم أنه السنة اللي فاتت زي ما قلنا لكم من شوية عدد البنات كان متفوق على يعني الذكور في نسبة النجاح بنسبة 82.9% للبنات و79.79% للبنين ده شيء طبعا يعني بنشوفه تقريبا كل سنة في الثانوية الأزهرية أو حتى في الثانوية العامة فهل السنة دي هيحصل تغيير في هذه النسب هنشوف طبعا ونتابع خلال الساعات اللي جاية مع إعلان نتيجة الثانوية العامة طبعا بعد المؤتمر الصحفي اللي احنا مستنيين وكلنا ليه وزير التربية والتعليم اللي هيعلن فيها النسب هيعلن كل التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2020-2021 هتكون النهاردة الساعة وحدة الظهر بعدها على طول نتوقع أنه النتيجة تكون متاحة بشكل كامل للطلاب أنهم يقدروا يشوفوها برقم الجلوس طبعا إحنا بنتمنى لكل الطلاب التوفيق في النتائج النهاردة نتمنى أنه النهاردة يكون يوم سعيد على كل أولياء الأمور وكل الطلاب وإحنا معاكم لحظة بلحظة هنتابع معاكم أول بأول كل ما يكون في حاجة جديدة عن النتائج وهنستنى معاكم بالتأكيد المؤتمر ومتابعة النتائج بعديد ونشكركم على متابعتنا كل متابعة ريفيزيون يوم السابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة